السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في الفيديو ده نحل على قواعد الوحدة السبعة صفحة 26 من كتاب المؤسر رقم واحد ينقط try this cake it's delicious انت نقط تجرب الكيكة دي انها لذيذة دي بنسميها warm invitation يعني دعوة حارة warm invitation لازم نحفظ الحاجات دي warm invitation يعني دعوة حارة في الغالب must طيب نتأكد من المعنى you must try this cake انت لازم تجرب الكيكة دي انها لذيذة تمشي طبعا mustn't يعني يجب الا shouldn't ينبغي الا necessary يعني ضروري محتاجة ايه قبلها it is necessary رقم اتنين I can give you a lift give a lift معناه يوصل شخص يبقى انا اقدر اوصلك to the airport للمطار you not to take a taxi انت نقط ان تأخذ تاكسي عندك two يبقى تحزف اتنين على طول احنا قلنا اني needn't يعني مش لازم في المضارع بعدها مصدر مباشرة هي و must تمام must معناها يجب صح فالاتنين محزوفين عشان فيه two بعد النقط طيب يا ترى don't need to ولا have to طبعا اجابة تكون حسب المعنى هنا don't need to يعني مش لازم تاخد تاكسي هقدر اوصلك لكن have to يبقى لازم تاخد تاكسي رقم ثلاثة it's a or an نقط to get a doctor at once انه نقط ان تحضر الطبيب فورا at once يعني immediately يعني في التول لحظة في الحال طيب necessary دي صفة والصفة مستحيل يجب لها ا او ان الا لو كان بعدها اس مفرد ناكرة يعني مثلا هقول matter كلمة matter مثلا او thing شيء فلو بعد النقط في matter او thing كانت تمشي it's a necessary thing انه شيء ضروري it's a necessary matter انه امر ضروري يبقى دي خطأ must اتفانى must تمشي فعل ناقص بمعنى يجب انه بعده مصدر مباشرة مش to لكن لو جه قبلها it's ممكن نعتبرها اس اسم اسم مفرد ناكر عادي فيجي قبلها a وبعدها to المصدر وفي الحالة دي تساوي بالضبط necessity يعني ضرورة necessity اذا هنا سليمة يبقى it's a must تتساوي it's a necessity to انه من الضروري ان او انه ضرورة او الزام ان should طبعا مستحيل يجي بعدها to وadvice مش هنفكر فيها لان الاسم لا يعد والاسم الذي لا يعد لا يأتي قبله a ولا an ولا s الجامع اذا اجابة cool must رقم اربعة you not turn this music down turn down معناها يوطي الصوت يبقى انت نقط توطي الصوت الموسيقى دي before قبل your dad gets angry قبل ما بباق يغضب gets angry يعني يغضب need محتاجة to فدي خطأ ought نفس الفكرة ought to have better بعدها على طول مصدر فدي سليمة وهات better معناها ينبغي أن must هنحزفها لاني must بعدها تو هنا وان الحالة الوحيدة must يجي بعدها تو يكون قبلها a او it's a فتكون اسم اذا اجابة had better يبقى ينبغي ان ايه انك توطي صوت الموسيقى دي قبل ما بابا يغضب رقم خمسة you not allowed to drive at more than one hundred and ten kilometers per hour on the motorway هنا kilometers per hour معناها كيلو متر في الساعة ماشي ده سرعة العربية طب اتفقنا اني allowed لو قبلها verb to be معناها مش مسموح لك don't مستحيل لان دائما بعدها مصدر اذا في verb to be سليمة haven't لو بعدها تصريف سالس كده معناها ايه انت لم تسمح ان تقود الساعة ولا لم يسمح لك مش مضارع تم مبني المجهول خالص ولا ماضي تام مبني للمعلوم خالص خلي بالك اسف انا قلت مبني المجهول بس هي مبني المعلوم في الحالتين ماشي فاحنا محتاجينها مجهول محتاجينها ايه مجهول يبقى you aren't allowed to لا يسمح لك مش مسموح لك يعني رقم ستة you not pass our exams to get into university انت نقط تكتاز لامتحانات عشان تدخل الجامعة you have to يعني انت لازم تكتاز لامتحانات صح you mustn't دي حكس المعنى يجب قال لا تكتاز لامتحانات need عايزة to must have دايما بعدها تصريف ثالث ومعناها مختلف تماما must have تصريف ثالث ده استنتاج معناها بالتأكيد فعل وبالتالي مش محتاجينها خالص اذا الاجابة تكون have to سبعة we still have time ما زال لدينا الوقت ونقط هري نحن نقط نسرع ممكن نطق هري او هري اتفقنا needn't دايما بعدها مصدر فسليمة عشان هري ده مصدر يبقى needn't يعني مش لازم نسرع يبقى ليسوا مضطرين لأن نسرع فسليمة في المعنى don't have to تسوي needn't والمصدر يبقى محتاجة to should بعدها مصدر سليمة بس المعنى مش منطقي هو بيقول لك ايه ما زال لدينا الوقت وبالتالي ايه مش لازم نسرع لكن should يبقى لازم نسرع ينبغي ان نسرع فمش جاية وhave got to يبقى لازم نسرع برضو مش جاية اذا اجابة تكون needn't ما ننساش اني مش لازم في اللغة الانجليزية لها اكثر من كلمة قلنا needn't والمصدر needn't بعدها مباشرة مصدر ماشي وعندك برضو don't أو doesn't don't أو doesn't have to أو need to ماشي وضيف عليهم haven't أو hasn't got to have أو hasn't تمام got to كل ده معناه مش لازم في الحاضر ماشي مش لازم في الحاضر رقم تمانية you not buy a pin انت نقط تشتري قلم I lend you one هسلفك واحد يبقى مش لازم برضو يبقى اي واحدة من اللي قلناهم needn't والمصدر don't أو doesn't have to أو need to والمصدر haven't أو hasn't got to والمصدر المتاحة مين needn't والمصدر برضو ماشي طيب we don't have to اهي اذا اجابة تكون مين be and see يبقى فيه اتنين متاحين be and see رقم تسعة عماد cut his leg عماد جرح رجله عور نفسه خلي بالك cut دي ماضي لو مضارع كنا ضفنا اس يبقى دي في الماضي ماشي his leg رجله and not go to hospital for treatment يا ترى should ولا needs to ولا had to ولا has to احنا هنحزف ثلاثة عشان انه cut ماضي should والمصدر اللي هو go دي مضارع needs to دي مضارع has to دي مضارع هو بيتكلم على ماضي تمام من cut لان اتفقنا cut لو مضارع كنا ضفنا اس يبقى كده عماد عور رجله جرح نفسه واضطر يروح المستشفى في الماضي رقم عشرة students not follow the rules of the school الطالبة نقط يتبعوا قوانين وقواعد المدرسة طبعا ده نص قانون وبالتالي اجابة تكون must هتقول لي طب لو فيه have to يا مستر هقولك برضو تمشي عشان كده المفروض ايه واضع الامتحان ما يجيبهاش لاني عليها خلاف ماشي لكن نص القانون اوضح بمصد طالما احنا بنتكلم بشكل عام عرفت ازاي بتكلم بشكل عام بيقولك students ما قالش their students الطالبة اتفقنا في الترمي الاول الذا لو حزفناها قبل اسم جمسها يعدى ولا يعدت ديك العموم على طول طبعا كان معناها يمكن يعني ربما مثلا زي may وميت كلهم نفس المعنى 11 there is a no smoking sign يوجد لافتة لا للتدخين او ممنوع التدخين ونقط smoke here فنحن نقط ندخن هنا يجب الا يبقى دا بنسمي ايه من فاكر منع وتحريم اسمها prohibition ممكن انطقها ال H او لا prohibition او prohibition يعني منع وتحريم هتلاقي دايما انفاعل ثم mustn't لكن لو كان في it يبقى it is not allowed ممكن برضه ابدأ بفعل you are not allowed it is banned it is forbidden وهكذا رقم 12 you not come and try my mom's food انت نقط تيجي وتجرب طعام ماما I am sure you will like it انا متأكد انك ايه هتحبه او هاي اجبك اه يبقى ديسمها warm invitation يبقى دعوة ايه حارة مش نصيحة should والمصدر ولا o to انا لو اخترت should هختر o to لان الاثنين نصيحة نفس الايه المعنى بالزبط وما فيش اخطاء طيب have to و must have to معناها غصب عنك مفروض عليك من الخارج لكن هنا بقولك ايه مش غصب عنك لازم تيجي ده انا بدعوك دعوة حارة فمست رقم 13 your essay has some mistakes المقال بتاعك وطبعا نقطة الصحيح essay مش essay essay ده فعل معناه يحاول لكن your essay مقالك has some mistakes به بعض الاخطاء it نقط again انه نقط مرة اخرى انه دي ادعي دعمين على المقال should revise دي كده مبني معلوم المقال ينبغي ان يراجع مرة اخرى ولا يراجع يراجع يعني مبني المجهول يعني طيب should have revised دي في الماضي انه كان ينبغي ان يراجع مش جاية خالص برضو معلوم يعني دي معلوم بس ماضي بس ايه ماضي ودي معلوم بس ايه مضارع ماشي كده طيب في c مبني المجهول عشان should be تصريف سلس مجهول صح ولكن في نفي انا محتاج ايه ينبغي ان يراجع مش لا يراجع اذا انا اجابة تكون دي يبقى ما تنساش المبني للمعلوم في المضارع اللي هو شد والمصدر المجهول بتاعه should بي تصريف سلس طب مين فاكر المبني للمجهول للماضي هتكون should have وهضيف في النص been هنا تمام يبقى فيه been هنا ثم التصريف السلس رقم 14 ذكر السيارة نقط you are starting to lose control انت بدأت ايه تفقد السيطرة يبقى العربية يجب ان يتم ايقافها فالسيارة مش هتوقف نفسها رغم ان في اللغة السليمة ممكن تقول the car must stop لكن كده تحس ان ايه العربية لازم توقف نفسها مش منطقي فالافضل مبني للمجهول the car must be stopped يجب ان يتم ايقاف السيارة والباقي كله معلوم رقم 15 بيقول هاني shouldn't have talked rudely rudely يعني بوقاحة هاني ما كانش المفروض يتكلم بوقاحة مع المعلم بتاعه this means ده معناه النهاني عمل ايه للمدرس didn't talk rudely يعني لم يتكلم بوقاحة لا هو تكلم بوقاحة talked politely politely معناها بادب لا هو ما تكلمش بادب ماشي he talked rudely تكلم بوقاحة صح doesn't talk rudely اصلا محسوف السببين ده مضارع وعكس المعنى اذا الاجابة تكون talked rudely تحدث او تكلم بوقاحة